والشيء كمان اللي ساعدنا لما نلاقي من الستة وتلاتين مليار دولار دول صدرات في اتنين وعشرين نلاقي فيه قطاع واحد ما شاء الله يعني محقق حوالي تسعة مليار دولار بالتحديل تمانية وستة من عشرة مليار دولار وهو قطاع الصدرات الكيموية دي صناعة مهمة جدا في مصر ومصر من الدول المتميزة والرائضة في هذه الصناعة في الشرق الاوسط وفي افريقيا صدراتها في اتنين وعشرين قطاع الصدرات الكيموية زاد ما شاء الله بنسبة الربع يعني تقريبا حوالي اربعة وعشرين في المية رقم بيلامس التسعة مليار دولار تقريبا في اتنين وعشرين في حين السنة القبلها كان في حدود السبعة مليار دولار يعني فيه واضح ان نموه كبير في الصدرات او الصدرات الكيموية وهذا القطاع في مصر يعني براحة بدكتور طارق زغلول نائب رئيس المجلس تصديري لصناعات الكيموية دكتور طارق مساء الخير ازاي حضرتك مساء الخير يا فندم اهلا وسهلا من حضراتك ومشاهدين اهلا وسهلا يا فندم يعني الحقيقة واضح بالتالي ان قطاع الصدرات الكيموية نقدر نقول اللي هو الجرار تقريبا اللي بيجر قطر الصناعات او الصدرات غير البترولية تقريبا وفقا للرقم الادامي اللي هو ما يقرب من تسعة مليار دولار من اجمالي حوالي خمسة وثلاثين او ستة وثلاثين مليار دولار صحيح يا فندم حضرتك الرقم ده حضرتك التسعة مليار دولار الصدرات المصرية الكيموية الاسمدة يمثل حوالي اربعة وعشرين او خمسة وعشرين في المية من كل صدرات المصرية غير البترولية فده رقم كبير جدا وزي ما حضرتك فضل قلت احنا زدنا من واحد وعشرين كانت حوالي سبعة مليار والحمد لله اتنين وعشرين عفلنا تقريبا تسعة مليار دولار احنا من الحاجات اللي احنا شفناها طبعا من الاسباب اللي احنا ساعدنا للمصنعين ومستثمرين والمصدرين ان احنا مع بداية الازمة الروسية الاوكرانية عملنا دراسة للأسواق المتاحة الجديدة وازاي المنتج المصري بمنتج بديل لبعض هذه الدول طب والله خطبك مثلا ملق الفراغ يعني بسبب الحرب ملق الفراغ بالزبط وبعا مع تمثيل التقجاري عندنا في الخارج ومع الدراسات والستراتيجيات عديك مثل واحد مثلا الاسمدة كان بيصدر الاتحاد الاوروبي في واحد وعشرين بحوالي 500 مليون يورو السنة اللي فاتت الرقم ده بقى مليار ونص يورو 300% ثلاث اضعاف الرقم عنواء 300% بالزبط افهمنا وبعد الكيمويات والمنتجات المختلفة برضو زادت في الاتحاد الاوروبي والاسواق الاوروبية طيب الاستراتيجية دي جميلة جدا وبالتالي لو ما دين الخط على استقامته ففي اسواق جديدة وفي اسواق قديمة بتزودوا تواجدكم فيها ففي التالي المستهدف في الثلاثة وعشرين ازاي واحنا يعني اهو ماشيين في الربع الاول منها يعني احنا حضرتك احنا هدفنا هو طبعا تعزيز وتقوية المنتج المصري في الخارج وزيادة الصادرات المصرية احنا حضرتك الهدف السنة دي ان احنا زيادة الصادرات المصرية الغير بوتروليب حوالي ما بين خمستاشر لعشرين في المية والاسواق اللي احنا ركزنا فيها سنة الفاتتة والسنة دي هي طبعا اسواق جديدة زي يعني حوالي خمسين قسطين في المية من المنتجات راحت لايطاليا واسبانيا وبلجيكا والمغرب وبريطانيا وسودان هاي دي الدول اللي احنا اشتغلنا عليها شغل جيد جدا سنة الفاتتة وطبعا برضو احنا حضرتك بنشوف ان السوق الافريقي هو سوق مهم جدا 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 بنسبالنا وبنسبة استراتيجية السنة دي ان حضرتك ده سوق واعد ومحتاجين كل جميع انواع المنتجات المصرية في هذه الاسواق وطبعا بالاتفاقات التجارية اللي عندنا مع افريقيا بتسهل جدا جدا المنتجات المصرية لدخول هذه الدول طبعا بنتمنى لكم كل التوفيق قطاع مهم من اهم قطاعاتنا الصناعية وبالتالي التصديرية يعني قطاع الصناعات الكيموية بشكر حالك شكرا جزيلا دكتور طارق زغلول ناب رئيس المجلس التصدير للصناعات الكيموية